اعزائي الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة بكم في درس جديد من دروس النهاردة ان شاء الله في درس النهاردة هنتكلم عن مع مستر عاد الباسيون ان شاء الله النهاردة هنستعرض كل الجرامر الموجود في جونت وان طلاب الصف الرابع الابتنى لكن قبل ما نروح على الفيديو بتاعنا يا ديت لو ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك حالا وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد ولو عملت شير يبقى فيك الخير على طول نروح نبدأ في الفيديو بتاعنا عنوان الوحدة I feel good عنوان الوحدة I feel good انا اشعر جيدا او اشعر بالتحسن المهم ان انت كويس تعال بقى نروح على طول لي اول حاجة معنا في الوحدة وهي present symbol present symbol هو زمن المضارع البسيط زمن المضارع البسيط هو عبارة عن التصريف الاول للفعل المضارع البسيط ده التصريف الاول للفعل يعني ايه يا مستر التصريف الاول يعني الشكل الاول للفعل يعني ايه برضو مش فاهم يعني الصورة الاول للفعل يعني الفعل زي ما بتشوفه الاول طب قللي كده فعل في المضارع علشان انا مش قادر افهم زي go ده فعل في المضارع buy فعل في المضارع eat فعل في المضارع drink فعل في المضارع swim فعل في المضارع علشان كده بنقول الشكل الاول للفعل الشكل الاول للفعل طيب وضح لي بصورة اكتر تعال اقول لك ان كل الدمائر اللي قدامك دي اي وي يو زي كل اللي انا بعمله وبجيب بعدهم الفعل في المضارع يعني اقدر اقول اي go to school اه اقدر اقول اي eat fish اه اقدر اقول اي swim in the sea تمام يبقى بجيب اي فعل من الفعل من دول ويبعدهم الفعل في المضارع كويس جدا طيب فيه دمائر تانية غايب عني ليه اللي هما ايه تقصد اللي هما هي وشي وات ودول يا حبايبي بسميهم دمائر المفرد الغائب طيب ايه الحكاية كل الحكاية ان انا برضو بجيب بعدهم الفعل في المضارع بس خلي بالك نضيف للمصدر ده اس او اي اس يعني لو قلت اي go اقول he goes لو قلت اي eat اقول she eats لو قلت اي play اقول she plays تمام نوضح اكتر بالامثلة نوضح اكتر بالامثلة في المثال الاول نقول i eat vegetables i eat vegetables تعال نشوف كده قال لي ايه eat ااكل we sleep for 8 hours a day احنا بننام لمدة 8 ساعت في اليوم you exercise every day انت تتضرب exercise يعني تتضرب they drink enough water هما بيشربوا مية كفاية تعال نبص كده على الفعل هلاقي eat يأكل sleep ينام exercise يتضرب drink يشرب كلهم افعال تصريف اول او مصدر او شكل اول للفعل تمام اما لو كان الفاعل ضمير مفرد غائب يعني he او she او it او اي اسم مفرد تعال نشوف اين لا يحصل he eats vegetables في المثال الاول هنا اقولنا i eat vegetables لما المثال التاني he eats vegetables she sleeps for 8 hours a day she sleeps لما هنا قلنا we sleep honey exercises every day هنا قلنا you exercise every day هنا exercise هنا exercises يعني كل اللي انا بعملو مع ضمير المفرد الغائب بضيف للفعل بتاعي اس او اس نقول للحكاية من الاول نقول الحكاية من الاول present symbol هو المضارع البسيط والمضارع البسيط ده هو التصريف الاول للفعل او الشكل الاول للفعل او الصورة الاولى للفعل الفعل يا حبيبي زي ما انت بتشوفه كده بالظامر eat sleep exercise drink swim go اي فعل انت بتشوفه تصريف اول لو كان الفعل بتاعي بقى مفرد غائب يعني هي او شي او ات او اي اس مفرد بحط للفعل بتاعي ده اس او اس اس او اس لو انت جواج بتسأل امت حط اس او اس انا هجوب بس ده معلومة لي كده بحط الاس لو الفعل بتاعي انتهى باو زي جو او اكس زي فاكس او ميكس او دابل اس زي كروس او اس اتش زي ووش او وش او سي اتش زي ووش او كاتش اما اي انهاية تانية بحط الفعل بتاعي اس تمام بحط بعد كده على طول لي الكلام عن النفي ازاي نقدر ننفي بقى الجمل اللي فاتي في نفي المدارع البسيط بيكون عندي شكلين للفعل زي ما انت عارد فعل مصدر ومصدر بالضفل اس لو كان المصدر ده بننفيه بـ don't زايد المصدر اما لو كان الفاعل مفرض غائب بننفي بـ doesn't زايد المصدر تعال انشوف كده مع i y u zai بقول don't زايد المصدر اما لو كان الفاعل he او she او it بقول doesn't زايد المصدر فين الاس حجفناها في وجود doesn't حجفناها في وجود doesn't طيب يا ترى هي دي الطريقة الوحيدة اللي انا بقدر امفي بيها ال present symbol لا طبعا فيه كمان كلمة قادر استخدمها علشان امفي ال present symbol ايه هي هي كلمة never و never دي يا شباب معناها ابدا never معناها ابدا لو استخدمناها مع i, we, u زي بجيب never زي ايد المصدر مفيش اي مشاكل استخدامها زي don't بالزبط يعني قلت i don't eat but i never eat اما مع هي وشي و it بجيب never والمصدر وخلي بالي بقى ارجع ال s مرة تانية ارجع ال s مرة تانية ابقى مع هي وشي و it بنفي ب doesn't والمصدر او بنفي ب never والمصدر وال s زي ما تمام تعال نشوف الامثلة بقى اللي معنا عشان توضح لنا ايه الكلام دي تعال نشوف اول حاجة نقول i, we, u, z i don't eat candy شوف قال هنا don't eat candy حيقول نفس القولة بس طيب never we never eat candy طيب you don't drink cola they never drink cola طب لو كان الفعل he or he or she or it حال نشوف he doesn't eat candy he never eats خلي بالك هنا قال لي never eats never eats she doesn't drink cola she never drinks cola يبقى كل اللي عمل اني نفب don't او never جاب المصدر مع i, we, u, z او نفب doesn't we المصدر او never والمصدر و s ما هي وش هي وقت طيب بعد كده معنا السؤال بهل ازاي نقدر نقولك هل تأكل هل تذهب هل تشرب كل الحكاية اننا بقدم do علي او زي بقدم do علي او زي do you هل انت do zay هل هم كويس جدا وبعد كده اجيب الفعل في المصدر يعني اقولك do you eat candy هل تأكل الحلوة do zay drink cola هل يشربوا الكولا لو هم بيأكل الحلوة في بيقول yes i do لا ما بيأكل شي يبقى no i don't كويس طيب لو الفعل he او she لا ده هنا اقدم does اقدم does اه اقول does he او does she بعد كده اجيب المصدر عادي يعني اقول does he eat candy does she drain cola لو هم بيعملوا الكلام ده هم بتقول yes he does نعم او no he doesn't لا يبقى كل انا بيعمله بقدم do او does ع الفعل وبحط علامة do you وزاي وdoes he وش وقت وdoes he وش وقت طيب بعد كده نروح على present symbol برضو وازاي نسأل سؤال به هو اللي معناها من وبتسأل عن فاعل عقر هو معناها من وبتسأل عن فاعل عقر تعالى نشوف مثال علشان نتكلم ونوضح هو eats vegetables من يأكل او اكله يأكل الخضروات هنا اجاوب بإثم اقول رامي eats vegetables رامي eats vegetables طيب وممكن اقول هو never eats candy من ابدا مكلش الحلوة اقول رانا never eats candy رانا never eats candy يبقى هو معناها من تسأل عن فاعل عقر تعالى ناخد كمان مثال هو never drank cola من عمر ما شرب cola اقول هنا مثلا سلوة never drank cola هو معناها من تسأل عن فاعل عقر هو معناها من تسأل عن فاعل عقر بعد كده معنا في present symbol ايضا هو ازاي نقدر نقول انا اريد انا اريد يعني ويجي بعدها فاعل خلي بالك علشان لو الفاعل هي او شي او ات اقول وانت اقول وانت وبرضه اجيب بعدها الفاعل في المسل بقى وانت تو يريد ان وانت ستو يريد ان بس وانت مع اي وي وي وزي اما مع هي وشي وات بقول وانت بعد كده نروح على حاجة جديدة معنا وهي re equal with again re اللي بتساوي again مرة تانية ده معناه مرة تانية توضع قبل الفاعل ال red وحطها قبل الفاعل زي كده تعال نشوف لو عندي فاعل اسمه paint paint معناه يدهن او يرسن او يلون لو قلت repaint repaint يعني يعني يعيد دهان او يعيد رسم او يعيد تلوين طيب لو قلنا clean ينظف clean ينظف طيب لو قلت re clean يعني اعادة تنظيم اعادة تنظيم re clean اعادة تنظيم طيب لو عندي do يفعل او يؤدي طيب لو قلت redo اعادة فاعل redo اعادة فاعل كبا لو عندي write يكتب لو قلت rewrite اعادة كتاب كمان لو made يصنع صنع لو remade عادة صنع تمام ناخد مثال dad painted the house again dad painted the house again بابا دهن البيت مرتان لو انا عايز استخدم re كلنا هعملو هشيل again من النهاية وحط re قبل الفعل painted اقول dad re painted the house dad re painted the house dad re painted the house تمام بعد كده معانا رقم 3 ونتكلم عن but but معناها ولكن تفيد التناقض يعني ايه تفيد التناقض يعني المعطيات عكس النتائج يعني اين المعطيات عكس النتائج يعني لو انت عملت اقول ده انا بذاكر بجد وانا بعمل كل اللي علي وانا لكن ما جبتش الدرجة انها ايه هنا انك تذكر بجد وتعمل عليك وتشوف دروسك حل exercises ولكن ما جبتش الدرجة انها ايه يلعبط تفيد التناقض اقول لي مثال عشان نفهم بيه كده انا بحب الرياضيات but it's difficult ولكن انها صعب هنا بيحب الرياضيات ولكن هو برضو بيقول عليها صعب ينفع كده هاي هو فقير but he is happy ولكن سعيد دايما احنا بنبص على الفقر كأنه عبق او ثقل علينا فبنقول هو فقير يبقى هو حياته قديد مش تمام ولكن هنا بقولك he is happy ولكن سعيد عنده ميزة الرضا كمان مثال I don't eat candy انا مش باكل الحلو but ولكن I eat fruit باكل البنور كمان مثال I love burgers بحب البرجر but I only eat one week ولكن باكل واحدة بس في الاسبوع بتحبوا بتاكل واحدة بس في الاسبوع يبقى هنا فيه تناقض في الكلام يبقى but معناها ولكن تفيد التناقض بعد كده تعالى نتكلم عن and واللي معناها و وبستخدمها لو انا حابب ان انا اضيف معلومة حابب ان انا اضيف معلومة تعالى نشوف مثال I like math and english بحب الرياضيات والانجليزية he practices tennis and football هو بيمارس tennis وكرة القدم I eat vegetables and I eat fruit اكلت خضرات وفواكه اشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة